انا النهاردة يا جماعة عايز اتكلم على موضوع كهربا اظن ما فيش حد في مصر بيتفق معايا اذا كان اهلاوي او زمالكاوي ان احلى فترة كهربا لعب فيها كرة لما كان في الزمالك ما لعبش كرة في الاهلي بصراحة ولا لما احترف برا لعب كرة واحسن فترة ليه لما كان في الزمالك فعلا كهربا لما جات عليه الغرامة 40 مليون دولار كان قدامه حل من الاتنين يا اما يدفع الغرامة ديت يا اما يبطل كرة وساعتها مش هيضطر ان هو يدفع الغرامة انما النادي الاهلي وقف جنب كهربا وجدد له عقده بمدة خمس سنين وهيدفع الغرامة كاملة لنادي الزمالك وطبعا الغرامة دي هتتخصم من الفلوس بتاعت كهربا النادي الاهلي يخصمها منه لكن الاهلي كده يعتبر اداك فرصة ان انت تولدت من جديد وارجو منك يا كهربا ان انت تستغل الفرصة ديت وترجع كهربا اللي كان بيلعه في الزمالك احنا عايزين المستوى دوت مش عايزين غيره